يعني الاخوان كانوا عايزين ايه من مصر والمصريين الاخوان كانوا عايزين ايه هو عايز يحكمك يقتلك وفق عقيدة عنده انه هو الوصول الى السلطة وده مشروع موجود منذ حسن البنة منذ التلاتينات ووصولا الى مرحلة التمكين في مرحلة ما بعد 2011 الازاحة الاخوان من السلطة ووقوف الشارع او خروج الشارع انتفاضا ضد سيطرة وهيمانة جماعة الاخوان على مؤسسات الدولة وعلى يعني الوضع داخل الدولة المصرية خلى الاخوان او اسقط النقاب عن الوجه الحقيقي للجماعة واستخدام العنف وهنا استخدام العنف لأسباب برضو وفقا لعقيدة اللي هي مسألة ان كيف ينظر او تنظر جماعة الاخوان الى الشعب المصري لابد ان ننظر الى ادبيات الادبيات الفكرية عند سيد قطب وعند حسن البنة شايفين المجتمع ازاي المجتمع بين قصير المجتمع جاهلي النظم السياسية الحاكمة هي نظم تغوطية تطبق عليها او يجوز قتلها وفقا للضوابط الشرعي اللي هم بيؤمنوا بيها طيب بعد بيان تلاتة سبعة هنجد ان الجماعة الاخوان خدت موقف حد جدا من الشارع من القوى السياسية وده برضو راجع لرؤية عقائدية عند الجماعة لان هنا الجماعة توحدت مع الاسلام كشريعة او كدين او كعقيدة وبدت تشوف ان اللي يخرج على سلطة الجماعة وعلى الرئيس المنتخب من داخل التنظيم ومن داخل الجماعة هو خروج على الاسلام فحولت الخلاف السياسي داخل الدولة الى ازمة دينية هنا طبعا انت عندك قواعد تنظيمية موجودة بيتم تربيتها طبعا وفقا لي مجموعة من المفردات الفكرية زي ما قلنا مسألة القضية الحاكمية او قضية جاهلية المجتمع وضرورة الامان بالعمل التنظيمي والعمل المسلح واستخدام القوة من اجل بناء الدولة والوصول الى دولة الخلافة ويعني احنا بنقول دايما ان حسن البنة وسيد قد حولوا قضية الخلافة الى ركن سادس من اركان الاسلام فهنا اصبح هنا الجموع اللي موجودة داخل التنظيم او ما يعرف بدواير الاسلام السياسي او دواير الربط العام حتى اللي موجودة حوالين الجماعة وحوالين التنظيم بتؤمن بهذا المشروع فانت هنا عملت فتنة داخل المجتمع هو زي ما بنقول كده اني يعني انا بعتبر اني بيان 3 سبعة يعني مثلما اسقط الاخوان وشرعيتهم في السلطة داخل الدولة المصرية اسقط النقاب والقناع التي ترتدي جماعة الاخوان فيما يخص انها جماعة دعوية وجماعة سلمية وانها لا توظف العوم كل ده يعني العكس حصل جماعة دموية بالضبط وبعدين انت ان كانانا بقول ان وصول الاخوان الى السلطة حقق مجموعة من النجاحات وجه في صالح الدولة المصرية وليس العكس لان طول السبعين سنة اللي فاتت ما قبل 2011 هتجد ان كل الرأي العام بشكل العام كان مخضوع في جماعة الاخوان وفكرة ان هذه الجماعة تدعو الى الله وان هذه الجماعة تريد حكم الشريعة وهكذا لكن اللي حصل عكس كده ان ان او بمعنى دق ان جيف صالح الشارع انه شاف الوجه الحقيقي لجماعة الاخوان وازاي ان هي بتربي عناصرها وافرادها على فكرة العنف وعلى اقصاء الاخر وازاي ان هي لما وصلت الى السلطة كان هدفها الرئيسي يعني المغالبة لها المشاركة بمعنى ان هي عايزة سيطر على كل مؤسسات الدولة هي المتحكم الرئيسي فشلت او هي لم ترغب مش هنقول انها فشلت في ان تنتقل من فقه التنظيم الى فقه الدولة ويعني حاولت ان هي تنفذ العكس ان هي تخلي الدولة جزء من التنظيم فحولت او اعتبرت ان الدولة المصرية مكافأة لها اعتبرت ان الدولة المصرية شعبة من شعب التنظيم خاضعة لسلطة التنظيم الدولي وقرارات التنظيم الدولي طبعا انت هنا احنا بنقول كلا ان الانتفاضة اللي حصلت فيه 30 يونيو وخروج المصريين في الشارع دي علامة صحية ان المصريين ادركوا خطورة هذه الجماعة خطورة ما يحدث في الشارع المصري وخليني برده اقول يعني نقطة تانية مهمة يعني ماذا لو لم يفعلها الفريق عبدالفتاح السيسي واكتفى بكونه مجرد وزير في حكومة الاخوات وبمعنى اذا ما كانش حد هيلومه على قراره هو حر لكن ماذا لو لم تكن المؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد ويعني بنقول كده ان هي يمكن حتى البيان نذكر فيه الجملة دي ان هي بناء على المسئولية التاريخية والمسئولية الوطنية من قبل المؤسسة او من قبل القوات المسلحة دعمت وصندت قرار الشارع المصري تخيل بقى لو المؤسسة دي تخلت عن هذا الدور احنا كان زمنا فيه ندلاتي اولا انت يعني احنا بنقول كده ان احنا ربنا حرب اهلية ده نمرة واحد انت كان زمانك دلوقتي يعني زي ما بقول كده لو ما كنتش انت على قلب رجل واحد في مستوى المؤسسات الامنية انت كان بقي الوضع في حالة انشطار اشتركوا في القناة